لو ما سمعك صاحبك بهذا المايكروفون معناته أذنه فيها مشكلة بصواحها السلام عليكم في هذا الفيديو راح نشارككم تجربة مفصلة لسماعة البلاك شارك V2 برو السماعة لاسلكية من ريزر وفيها ملفات صوتية مضبوطة بشكل تلقائي لألعاب كولوف ديوتي وإبكس لجندس وفورتنايت لكن انتبه هاي نسخة 2024 من السماعة واللي هي متوافقة مع أجهزة الكونسول السماعة اللي معانا اليوم باللون الأبيض نسخة البلاي ستيشن 5 وأيضا بتشتغل على النينتندو سويتش وطبعا بتشتغل على البي سي راح نستعرض كل الخواص والمزايا الموجودة في السماعة ونتكلم أيضا عن العيوب راح نعطيكم فكرة شاملة عن كل شيء بخص السماعة وهدفنا في هذا المقطع إنه نساعدكم تتخذوا أفضل قرار ممكن سواء حبيتوا تشتروا السماعة أو ما تشتروا السماعة بعد ما تعرفوا كل إشي عنها تصميم السماعة شكلا مش بطل من وجهة نظري ما راح تاخد السماعة بره المنزل أكيد تصميم ما زال تصميم جيمينج في لمسات جيمينج بدون مبالغة في الإضاءة في الار جي بي لكن ما زال تصميم جيمينج بشكل عام ولو إنه مو تصميم جديد في الواقع هو نفس تصميم بلاك شارك المعتاد بدون تغيير تقريبا الهيد باند عليه تطريز بيعطي السماعة لمسة جمالية في التصميم وجدا فليكسابل ومرن لو حبينا نحركه غطاء الأذن أو الإيركوب جاي بشكل بيضاوي نوعا ما ومتصل بالهيد باند عن طريق أسلاك معدنية شكلها رفيع لكنها صلبة فما تقلق ما راح تنكسر معاك وبتقدر تعدلها على حسب حجم الرأس غطاء الأذن ميموري فوم عليه خامة الفابريك زي ما بتشوفو وما هو جلد اصطناعي زي معظم سماعات الألعاب التانية وبالتالي في راحة كبيرة في ارتداء السماعة ما في تعرق والأذن ما بتحمى حتى مع ساعات طويلة من الاستعمال لكنه شوية رفيع وفي ناس بتضايقوا من هذا الإشي لأن الأذن بهذه الحالة ممكن تلمس السماعة من الداخل أنا عن نفسي ارتداء السماعة كان مريح جدا بالنسبة إلي وبتمنى عدد أكبر من الشركات يبتعد عن الجلد الاصطناعي ويستخدم خامة مشابهة للخامة اللي تستخدمها هاي السماعة أو حتى خامة المخمل اللي بنشوفها ببعض السماعات الاحترافية طيب نتكلم عن الخواص والأزرار الموجودة عندنا مايكروفون قابل للفك والتركيب ودونجل USB Type-C للويرلس كونكشن وكابل مخصص للشحن فقط السماعة ما بتشغل عن طريقه فقط للشحن بالنسبة للسماعة نفسها عندك هون عجل لرفع وخفض درجة الصوت وزر الباور اللي بتشغل منه السماعة أو بتقدر تطفيها منه مع إضاءة LED صغيرة بتعرف منها حالة السماعة وزر بيعمل ميوت للمايكروفون وزر مفيد جداً ببدل بين الملفات الصوتية للسماعة بالنسبة لخيارات الاتصال للأسف السماعة ما بتدعم الاتصال السلكي وما فيها منفذ الأيو أكس بتدعم فقط الاتصال الويرلس 2.4 جيجاهيرتس عن طريق الدونجل سواء للبلاي ستيشن أو البي سي وأيضاً بتدعم الاتصال عن طريق البلوتوث لو حبيتوا توصلوا السماعة في الموبايل لكن السماعة ما بتشتغل على جهازين في نفس الوقت الاختلافات عن الإصدارات السابقة من السماعة مش كبيرة الشكل الخارجي نفسه لكن إصدار البلاي ستيشن مع USB Type-C بينما الإصدار القديم كان يجي معا كابل Type-A وأيضاً إصدار الكونسول اللي هو نسخة 2024 اللي بنحكي عنها اليوم فيها الإعدادات الصوتية الجاهزة اللي كلمناكم عنها لألعاب التصويب المشهورة خلونا نيجي الآن لأهم شي موجود في السماعة اللي هو نقاوة الصوت يا ترى إحنا لما نتكلم عن نقاوة الصوت عن إيش نتكلم بالتحديد نتكلم عن مش فقط وضوح الصوت وقلة التشويش نتكلم أيضاً عن لأي درجة الصوت موزون في السماعة لأي درجة موزون على الرينج كامل الرينج الأصوات الموجات الصوتية بالكامل من أقل موجة بتسمعها الأذن البشرية لأعلى موجة لأي درجة الصوت هنا موزون لأي درجة المؤثرات اللي بنسمعها واضحة أصوات أثار الأقدام أصوات الخطوات كل هاي الأشياء رح نتكلم عنها أول إشي لو بنتكلم عن الدرايفر الموجود في السماعة وإحنا لما نحكي درايفر بنحكي عن الوحدة اللي بتولد الصوت في السماعة الدرايفر اللي موجود في السماعة عبارة عن درايفر دايناميكي كبير حجمه نسبياً حجمه 50 مليمتر بقدم تجربة صوتية مضبوطة بشكل متوازن متوازن نسبياً طبعاً بالنسبة لسماعات الألعاب وبالنسبة للشيء المعتاد من سماعات الألعاب أنا بعتبر هاي السماعة إجمالاً بتقدم تجربة صوتية متوازنة صحيح عندنا شوية زيادة في التركيز على البيس صحيح عندنا شوية زيادة في التركيز على التربل لكن الأصوات البشرية نقية واضحة ومسموعة ومهي ضايعة وهاي نقطة مش موجودة في أي سماعة ألعاب في الكتير من سماعات ألعاب بتركز على هدول المنطقتين منطقة البس ومنطقة التربل وبتضيع الأصوات التانية فلا هاي السماعة إجمالاً بتقدم تجربة صوتية أنا بعتبرها إلى حد ما موزونة لاحظ كلمة إلى حد ما ليش إلى حد ما؟ لأنه زي ما حكيت في شوية تركيز على البيس وفي شوية تركيز على التربل لكن مش زيادة عن الحد يعني إجمالاً بشكل مقبول الهدف منه الهدف من هذا الإشي حتى يعطيك تركيز أكبر على صوت الانفجارات في الألعاب حتى يخليك تسمع صوت أثار خطوات الأقدام أثار الريلود في الأسلحة حتى هاي المؤثرات كلها تكون واضحة عندك لما تلعب خصوصاً لما تلعب ألعاب الشوتر ألعاب التصويب لأن هاي السماعة بالذات موجهة لعشاق الرياضات الإلكترونية موجهة للإيسبورت فهاي المؤثرات لازم تكون واضحة ولازم تكون مسموعة وهي مسموعة بشكل جيد وعليها تركيز شوية إضافي في السماعة نفسها لكن بنفس الوقت التجربة الصوتية المتوازنة أيضاً بتعطينا تجربة حلوة في ألعاب السنجل بلاير فإذا أنت بتلعب برضو سنجل بلاير ما رح يخيب ظنك لو تلعب ألعاب زي The Witcher زي Red Dead Redemption أيضاً الأصوات اللي موجودة سواء في الحوارات وفي المحادثات أو الOST والميوزك الخاص بالجيم أيضاً رح يعطيك تجربة جيدة وخاصية مهمة بالنسبة للصوت خاصية بيسموها إجمالاً في عالم الصوتيات الإماجينج الإماجينج خاصية جداً مهمة لسماعات الألعاب بالذات ليش؟ لأنه إحنا بنقصد فيها قدرة السماعة على تحديد مصدر الصوت يعني أنت لما تحط السماعة ومثلاً تلعب بلعبة شوتر بتلعب Call of Duty بتلعب Fortnite بتلعب Apex Legends هل بتسمع أثار الأقدام من الزاوية الصحيحة مثلاً لاعب جاي من خلفك هل بتسمع أنت فعلاً أنه اللاعب جاي من خلفك أو السماعة ما بيكون عندها القدرة على أنها تجيب هاي الاتجاهات فأنا بحكي لكم الإماجينج في السماعة جيد لكنه ليس الأفضل الإماجينج جيد لكن مش بالدقة المثالية اللي ممكن تتخيلها وهذا إشي طبيعي بالنسبة لأغلب السماعات عشان هيك ولهذا السبب يعني كثير سماعات بتستخدم تقنيات الصوت المحيط الإفتراضي حتى تزيد هاي الدقة فمثلاً في ألعاب الشوتر لو في شخصية خلفك بالضبط ممكن تحس أنه الشخصية شوية جاية من زاوية ما بتحس أنه جاية يعني من خلفك مية بالمية لكن بيكون عندك قدرة تحس أنه هاي الشخصية يعني موجودة من الخلف مثلاً سواء يعني من زاوية أو من الخلف بالضبط بس بيكون عندك قدرة تحس أنه هاي الشخصية من وين جاية فهاي النقطة في السماعة تعتبر إجمالاً تعتبر جيدة أنا اللي أعجبني في التجربة الصوتية للسماعة إنها كسماعة ويرلس بشكل عام تجربتها الصوتية كثير جيدة أفضل من سماعات عديدة أخرى أنا جربتها من قبل مثلاً أنا فضلت نقاوة الصوت وتوازن الصوت كتجربة صوتية بشكل عام فضلتها على سماعة الأسترو A30 فضلتها على سماعة التيرتل بيتش ستيل في برو لكن فضلت عليها سماعة السوني بولس إليت البولس إليت كان عندها تجربة صوتية جداً متقدمة لأنها تستعمل درايفر تاني بتقنية بلانار ماغنتيك درايفر متطور لكن إجمالاً بالنسبة للسماعات اللاسلكية للجيمينج اللي أنا جربتها السماعة هاي ممتازة ومن الأفضل وزي ما حكت لكم فضلت على الأسترو وفضلتها أيضاً على التيرتل بيتش لو بدك تعدل إعدادات الصوت بتقدر تسوي كل إشي بخطر ببالك عن طريق تطبيق الأوديو سواء على الأندرويد أو الأي او اس كل اللي عليك تسوي تشبك السماعة بجوالك عن طريق البلوتوث شغل التطبيق وتخليه يتعرف على السماعة ويشبك فيها ورح يوديك على الشاشة الرئيسية للتطبيق رح تشوف نسبة الشحن ورح تشوف خيارات متعددة زي إمكانية حضر المكالمات وانت تلعب وضعية اللاسلكي وعندك الإكولايزر واللي فيه نوعين من الإعدادات الصوتية النوع الأول فيه ثلاث ملفات أساسية اللي هي ميوزك وقيم وموفي هاي إعدادات جاهزة إلك وبتقدر تختار بينها وتبدل بينها بكل سهولة وعندك الخيار اليدوي كاستم اللي بيسمح لك تعدل إعدادات صوتية خاصة فيك وتخلي السماعة مثلا حيادية أكتر أو تخلي الباس أقوى أو التريبل على حسب ذوقك النوع الثاني من الإعدادات اللي هي ملفات الإي سبورت واللي هي أصلا جاهزة وموجودة في السماعة بتعاون مع لاعبين مشهورين بحسب الصوت اللي بفضله يسمعوه واللي هي زي ما حكينا Apex Legends وCall of Duty وفورتنايت وبتقدر أيضا تنتقل بين هاي الإعدادات بضغطة زر عن طريق السماعة نفسها بشكل مباشر بدون ما تفتح التطبيق بمجرد أنك تعلق على هذا الزر لمدة ثلاث ثواني عشان ينقلك من الملفات الرئيسية لملفات الإي سبورت بعدين اضغط ضغطة واحدة عشان تنتقل من ملف لملف ضغطة مثلا من Apex Legends إلى Call of Duty ضغطة تانية بتنقلك من Call of Duty إلى فورتنايت وهكذا وهي الملفات الصوتية نفسها بتشتغل على البي سي وعلى البلايستيشن حتى المايكروفون عنده إكولايزر خاص فيه مع خيارات متعددة ورح نعملكم تيست ونسمعكم صوته تيست تيست وهي تجربة واختبار صوت لمايكروفون لبلاك شارك في 2 برو من ريزر وهذا صوتي باستعمال المايكروفون تبع السماعة التطبيق أيضا فيه خيار مونيتورينج للمايكروفون واللي ببساطة بسمحلك تسمع صوتك في المايكروفون عن طريق السماعة نفسها وإنت لبسها جودة صوت المايكروفون جدا 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 ممتازة وفاجأتني بكل صراحة بشوفه بتفوق على معظم سماعات الألعاب التانية إجمالا هذا واحد من أفضل المايكروفونات اللي مرت علينا في gaming headset طيب الآن بعطيك انطبعاتي النهائية عن السماعة وبحكي ذك إيش الأشياء اللي ممكن تخليها مناسب إذك وإيش الأشياء اللي ممكن ما تخليها مناسب إذك استخدام السماعة جدا جدا سهل الأزرار جدا واضحة الإعدادات جدا واضحة ما في أي مشاكل السماعة جدا مريحة على الأذن لو أنت من النوع اللي بلبس السماعة على أذنه لفترات زمنية طويلة مثلا ثلاث ساعات أو أربع ساعات ما رح يكون عندك أي مشكلة نهائيا ما رح يصير عندك تعرق ما رح تحس إنه الأذن حميت يعني إجمالا رح تكون لابس السماعة وصدقا بكل أمانة ما رح تحس إنك لابسها السماعة مناسبة إلك لو أنت بتدور على سماعة لاسلكية بجودة صوت ممتازة وجيدة جدا إلى ممتازة في تحديد مصادر الأصوات خصوصا إذا استخدمت تطبيق ريزر سينابس ليش؟ لأن تطبيق ريزر سينابس بدعم حزمة التي أتش إكس اللي هي بتعطيك الصوت المحيط الإفتراضي فإذا بدك هاي الخاصية بتقدر تأخذها عن طريق تطبيق ريزر سينابس على البي سي السماعة أيضا خيار مناسب إلك لو أنت بتدور على مايكروفون جودته ممتازة لو بهمك جودة الاتصال مع ربعك مثلا تلعب معهم أونلاين أو بتعمل تشات أو هيك هاي السماعة رح تعطيك جودة المايكروفون الممتازة جدا إذا أنت بتدور على هاي النقطة وبتهمك لكنها غير مناسبة لمين؟ غير مناسبة إلك إذا أنت كنت شخص بهمه الخيار السلكي في السماعة إذا بهمك توصل السماعة بشكل سلكي فالسماعة للأسف ما بتعطيك هذا الخيار ما فيها منفذ الأيو أكس رح تضطار تشبكها فقط بشكل لا سلكي فإذا أنت بهمك الخيار للاتصال السلكي في السماعة هاي السماعة بكل أمانة وصراحة ما بتناسبك أيضا في حالة أخرى مثلا إذا أنت لاعب بي سي والبي سي هي منصتك الرئيسية فيعني أنا بأعتقد أنه نسخة 2024 اللي معانا اليوم من السماعة ممكن يعني ما تكون إضافة كبيرة بالنسبة إلك يعني هاي السماعة بالمقام الأول رح تكون جدا مناسبة للأشخاص اللي بلعبوا على البلاي ستيشن 5 منها متوافقة مع البلاي ستيشن 5 لكن إذا أنت تلعب على البي سي بشكل رئيسي ويعني على سبيل المثال حصلت نسخة السنة الماضية نسخة 2023 لو حصلتها بسعر أرخص فما رح تخسر شي فعليا ما رح تخسر شي حتى الإعدادات اللي أنت يعني بتضبطها للصوت الإعدادات المضبوطة تلقائيا في الأخير يعني مجرد إعدادات أنت ممكن تضبط إعداداتك الصوتية الخاصة فيك فهاي ممكن تكون خيار عندك إذا كان في نسخة سابقة من السماعة بسعر أرخص أو أفضل وكنت أنت تلعب على البي سي فأيضا هذا ممكن يكون خيار مناسب بالنسبة إليك هلأ أيضا ما بننصحك بالسماعة إذا كنت من الأشخاص اللي بيشبكوا السماعة بأكثر من جهاز بنفس الوقت هاي خاصية حاليا بدنا نشوفها في كتير سماعات بنشوف مثلا بعض الأشخاص بيحب أنه سماعته يتكون مشبوكة بالجوال بنفس الوقت وهو يلعب عشان يستقبل المكالمات على سبيل المثال لكن هاي السماعة ما فيها هاي الخاصية هلأ أنا جربتها يعني حاولت أجربها حاولت أشبكها ويرلس وبلوتوث في نفس الوقت على الجوال وللأسف هاي الخاصية غير متوفرة فإذا أنت من الأشخاص اللي بيهموا أنه السماعة تشبك على أكثر من جهاز بنفس الوقت فلازم تشوف في هاي الحالة لازم تشوف خيار تاني بهيك وصلنا لنهاية المقطع يارب إن شاء الله أني أكون توفقت أني أشرح وأوضح كل مزايا السماعة وأكون وضحت لكم إيش الجوانب اللي ممكن تخليكم تشتروا السماعة وإيش الجوانب اللي ممكن تخليكم ما تشتروا السماعة وتشوفوا خيارات تانية بتناسبكم أكثر لو أعجبكم الفيديو أعطونا لايك واشتركوا بالقناة لو ما كنتوا مشتركين وانتظرونا في عندنا مجموعة كبيرة في الطريق إن شاء الله من الهاردوير وراح نقدم لكم إلها أيضا استعراضات وتغطية شاملة ونشوفكم اشتركوا في القناة شكرا